السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعات شهوة سليمة كيف ديري لبس عليكم هانين امركم زيانة نتمنىكم تكونوا كاملا بخير وعلى خير و احوالكم طيبة وصفتنا لهد نهار الهريسة او لا الحار اذا كنتوا بحالي من عشاق الحار او لا من عشاق الهريسة مرحبا بكم معايا اخواتي في هذا الفيديو شوفوه من الولدة الاخير هكا باش تستفدو معايا فيه على العموم بنسبة الحار كي نسملينا الاطباق ديالنا يعني كيعطيهم واحد المضاق اللي هو يا ازوين ان شاء الله غدي نصيبوها مع بعض ديالتنا بدون موات حافظة غدي نصيبوها عليدينا وعارفين اش ندرنا فيها فعلا كتجيل ديدة غزايا لما تشبعوش منها او كيف قلت عارفين اش ندرنا فيها واكيد غاية تكون حسن من اللي كان ناخده من المحلات او اللي كانشيوها جاهزة عارفين اش ندرنا فيها خصوصا فوق البرد يعني كان نحتاجوها العديد من الاطباق وبنسبة ليانا كانحتاجها على طول السنة يعني كانحتاجها صيف وشته وكتجي اغزاله اخواتي فضلا ما تنسونيش من واحد اللايك للتشجيع تعليق من تعليقاتكم زوينة المحافزة لاعطاء المزيد برد جيو الوصفة مع العائلة والاهل والاحباب نبدو على بركتي الله في الوصفة بالنسبة الهريسة او لها الفلفلة حارة نحتاج لها كمية الفلفلة حارة عندي نص كيلو ديال المزيودات ديال الفلفلة حارة نص كيلو هادي الصغورة ومحتاجين نص كيلو ديال الفلفلة الحلوة باش هكا الهريسة ديالنا ما تجيش حارة كيف نقوله قطعة غير بالحار وعلى العموم غدي تجينا بنينة ملحة محمضة كاتجي غزالة بالنسبة الهاد المزيودات كان يندوك القصورين وكانها ديال الطويلة اللي توفر المهم تكون عندنا فلفلة حارة نحيد لها بطبع الحلق قبل غدي نغسلوهم ونخليهم حتى كيتسقطرو ونشفو مزيان من الماء يعني غدي نغسلها ونخليها حتى كتنشف من الماء ونبعد نحيدو لها ديال رويصة ونحيدو الزريعة كل ما قدرنا اننا نتخلصو من الزريعة يعني بواحد الكمية اللي كتكون كبيرة فيها يكون احسن يعني هكا ما كتجيناش فيها ديال الزريعة كتيرة بالنسبة الصغورة وبالنسبة لهد الفلفلة الحلوة حتى هيايا كنحيد لها الزريعة وكنحيد لها ديالخوطات اللي كيكونوا في الداخل ومن الاحسن انكم ما ديروش الفلفلة الحارة او لا الهريصة يعني ما تحضروهاش غير بالفلفلة الحارة بوحديتها ضروري دخلوا فيها واحد الكمية ديال الفلفلة حلوة باش هكايا كيف قلت كتجي ابنينا انا غدي نكمل بهاتطريقة حتى غدي نحيد لها الزريعة اللي كتكون فيها كاملة سواء بنسبة لهد الحلوة وبالنسبة للحارة يلا لقيتو اندوك المزيودات لكيكونوا طوال غدي نوريكم واحد المقطع كيفاش كان حييد لها الزريعة كدشي سهلة هنا شوفوا معايش حل حيت يعني بقيت غادة مع هاد قدقة حتى قررت نساليها اهنايا شوفوا معايش حل تخلصت من الزريعة ديالها يكون احسن كدجينا صافية يعني كدجي بحلشي سوس محتوطة لمرافقة الاطباق ديالكم كيف قلت انا ما كنستغناش عليها خصوصا دبل جو بارد يعني غنحتاجوها في شرمولات كنحتاجوها في الفول المشرمل كنحتاجوها في البقولة كنحتاجوها يعني في العدس القطنية يعني انا بالنسبة لي ما كنستغناش عليها كيف كنقول على طول السنة هنا بالنسبة لهاد المزيودات الطوال الى كانوا عندكم هاد المزيودات الطوال طريقة باش كتحيدوا لهم ذيك الزريعة كتحكوها بين يديكم شوفوا معاي كيفاش كتديرو كتحكوها بين يديكم كتساس ذيك الزريعة التحت كتنفضوها يعني اولا كتخبطوها بحال هكا مع هاد الخشيبة صفيو كتحيد منها الزريعة بكل سهولة وخاكو تبقى لكم شي حبات فيها ماشي ومشكل يعني الطريقة ديال هاد المزيودات لي كيكونوا طوال كتجي سهلة على هاد الصغيرة انا توفرت لي هاد اولا لقيت هاد في السوق وقضيت الغراض المهم جات لديدة بزاف كيف قلت ما تشبعوش منها غدي نضيف لها واحد راس ديالتومة يكون كبير يعني هاد الكيمية حتاجت لها راس ديالتومة غدي نقشرها كاملة وكنجيب الكسكاس البرامة والكسكاس ديالنا وغادي نديرها تفور هنا احاولوا انكم تغطيوها ولكن من تغطيوها اا احاولوا تخليوها شوية بسما كيف كنقولو القفيلة لانها كتفض المهم كل واحدة اورا البرامة والكسكاس ديالها اكيفاش كنت تعرف لي المهم غير باش البوخاري ويرجع عليها وهكي لانك تكون في هادي كررحة ديال الفلفل حارة لوليداتي لكانوا في الدار المهم كنحاول انني نعطيكم جميع النقاط ولو انني كنطول شوية الشح كينين اخواتي اول مرة غيديروها اول حاجة بعدها ما تنقيوهاش بيديكم بلا ما تديرو الليجو هادي ما تنقشوش فيها ولو انني بديتي بها باللولو ما قلتهاش لكم شوفوا معيها ها هي فارت يعني وطابت هادوك اه ها ها صافي والات زبدة كيف كان قولوه وبنسبة الففلة صافي كتشوفوا القشرة ديالها بدهت تكتر سافرة هي طايبة شوفوا معيه كيفاش كتجي وكتجي في ها 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 غنزالة يعني بنسبة لي ها هاد الففلة ماشي غير كي كنقولو غير الحار وصافي الا كتكون بنينا فيها مكونات ليهما يمصيبينهم علي الدينة طبيعيين غادي نشوفوا معي المدق ديالها والنكهة اللي كتكون فيها كيفاش دايرة هيا فارت وولت واجدة كنخليوها حتى كتبرد يعني تنقص لها درجة الحرارة وتسقطر مزيان لانا باش ميكونش فيها الماء وما تخسرش لينا انا خليتها واحد تقريبا واحد ساعة حتى بردات ونزلت منها كيف كنقولو داك البخار لي كيكون فيها وداك المال لي كيكون فيها كنضغط عليها غير واحد شوية بحل هكا باش كتتخلص من داك الماء لي كيكون فيها صافي وغدي نجيب الالة الكهربائية اللي غدي نطحنها فيها انا غدي نطحنها في هادلها شواغ هادي يعني من الاحسن ما تطحنوهاش في الكاس دي الخلاط الكهربائي الطويل باش هادلها شواغ كي يجيبها بحل اللي كنشيريوها من بره فيها ذوك طريفات ديال الحر او لما يكن شوفوها فيها ذوك طريفات صغورين بغيت تطحنوها كلها ممكن هنا غد شوفوا معي انني ضفت واحد مزيود عفوان ماشي مزيود رس ديالتوما او لا سنين فا ديالتوما شوية ديال الملحة ولو انها طرية كنزيد واحد هادا سنين فا ديالتوما هتكونوا فهمتوني والملحة والزيت البلدية باش غدي نطحنها غير كتنزل لي شوية هاد الفلفلة غنزيد ما تبقى في هادلها شواغ لانها عندي صغيرة ها عندكم هاشواغ ولا طحنة اللي شوية كبيرة غتزليكم كل شي دفعة واحدة او لدقة واحدة غدي نضيفوها كاملة مرة واحدة غدي نزيد ضريس ديالتوما وكنحيد له هاديك النبات اللي كتكون في الداخل لانا عندي فيه ذاك العريق كنتخلص منو كنزيدو الملحة طبيعة الحال كتبغي الملحة او كتبغي زيت البلدية نيت هالله وفيها في زويتها بلدية تحجمك تضيع يعني كلها كنوضفوها في الاطباق ديالنا حتى كنتحنهان ثم كتشوفو القياس اللي بغيتو كيفاش دايرة واش غير مهر مشا او لم تحوناك حتى كتكون كيف كنقولو سوس انا كنديرها بينو بين كتجي على هاد شكل مصرحا اللي كنناخدو من الزنقة انا كتجيني فيها بحالة كنناخدو غير الملوحة ما كنناخدو حتى شي مضاق انا شخصيا وكل واحده الرأي ديالو المهم بغيت نتقاسم معاكم طريقتي في تحضير الهريسة هي هادي بعد ما اطحنتها كاملة واردو البلد ما تخدموه شي حاجة في الحار بلما تكونو دايرين اللي يقوم وحتمني كنتكون تفور لوليدات ما يكونوش معاكم في الكوزينة لان غير الهواء اللي كيكون فيها كتكون فيه الريحة ديال الحار او لا كنبدو نشمو الحار في نيوفنا صافي كان ناخدو واحد الميقلات وكان نفرق فيها الخليط ديالي كامل وهذاك شي اللي عندي يتم مات حاجة ما غدي نخليها يعني كل شي غدي نحاول اني نمسحها مزيان ما غنضيعهاش لانا خدمنا خدمنا ما نضيعوه له هنا عندي جوج حامضات غدي نعصرهم تقريبا لي اعطوني واحد كاس تقريبا ديال عصير الحامض حيث عندي هادو كبارين وفيهم الماء تقريبا اعطوني واحد كاس ديال عصير الحامض غدي نضيفه وكنزيد زيت البلدية الملحا غدي نزيد شوية وغدي نمزرج لكل مزيان ونديرهم فوق النار وهدي هي العملية اللي مهمته هي في تحضير الهريسة اننا ما كانت وقفوش عليها يعني ما نسوهاش مرة مرة يدينا يدي التحرك وحنا يوقفين حدها وهي كالطيب نحلس رجمات ديالنا لانا كتكون فيها شوية ريحة ديال الحار ولكن مني كنكسروها بالففلة الحلوة ما تخافوا منها اولو هنا غدي نضيف لها هاد المناسمات عندي القزبرية بس عندي شوية ديال الكامون كيبقوا اختياريين ولكن كيعطوها مادا قزوين كتعرفوا الزيت البلدية كتواته مع الكامون مع القزبر حبوب ومع التومة والزيت البلدية كيف قلت نضيف صفي وكنبقوا يدينا يد التحرك ما كانت وقفوش عليها حتى غدي نوصلوا الواحد المرحلة اللي غدي نشوفها معايا في هاد الوقيته كنكونوا معاقمين القريعات اللي غدي نحتاجوهم ونديروهم اولا نديرو فيهم هاد الهريسة هاد يعني معاقمينهم بالطريقة الصحيحة كنغليو الماء مزيان ونديروهم فيهم ومن بعد كنهزوهم مباشرة ونديروهم فوق من واحد سريبيتة وكنخليهم ليلى كاملة يعني ما كان مسحومش كنأكد عليها ما كان مسحومش شوفوا معايا الهريسة ديالي هنا هي كطيب يدينا يد التحرك ما كانت وقفوش غيكون بديكم ان اللون تغير من المرحلة اللولة المرحلة الثانية كل ما كطيب وكتنشف من الماء اللو اللون ديالها كيتركز وكيولي اللون ديالها احمر كيف غدي نشوفوا معايا يعني من مرحلة المرحلة غدي بديكم ان اللون ديالها كيتغير شوفوا معايا هنا هاد المرحلة الثانية يعني كيفاش غدي يكون هنا كنظن ان اللون يبالي يكون عاود ولا احمر يعني زايد كيف كنقوله هنا صافرها بدت كتطيب وكتوقف ديك الزويتة ديالها وباش كنعرفوها طابت بحل المربة يعني فاش سيبنا المربة الماندارين خاسنا مننجره بالملعقة بحل هاكا يعني ما ترجعش عند بعدها يبقى عندنا واحد الفاصل كتبالينا بأنها صافرها وقفت في اليديمة ديالها او في ديك الزويتة ديالها سفي رهاء الطيبة لأن الهريسة بحالها بحل طرقات ديال الحامض بحل زيتون بحل كيف كنقوله المربة خاسهم الطريقة ديال طياب ديالهم باش ميخسروا شلينا سفي ها هي واجدة عندي دابة الهريسة ديالي سفي كنخليها حتى كتبرد وهي هادي كتكون حاضرة شوفو ناشفة المهم المدق ديالها اكتر من رائع ملحتش نقول لكم غادي نجربوها وتردوا علي الخبار ان شاء الله شاركت معاكم الفلفلة الحرة مرقدة حتى هي شاركت معاكم الحامض شاركت معاكم السيتون الوصفة كاملين كاينين في القناة شاركت معاكم الا تزوروهم ان شاء الله وصيبو حويجات علي بديكم هنا يا القراعات كيف قلت القراعات راهم كيكونوا مع قمين وما تكن مسحوهم مش بسيريبيتا يلا بغينا نمسحوهم ورق المطبخ وضروري كنخليهم حتى كي تسقطروه كي نشوفو مزيان كندوز عليهم ورق المطبخ هير هكا باش كنتأكدو صافي صافي وكنعمر القراعات ديالي على العموم بالنسبة لي انا كان حسافظ بها في طويسات ديال البلاستيك وكنديرها في المجمد وهكا كنكون مهنية منها ولا بقت عندي يعني هكا في القراعات يكون مغطي عليها الزيت الزيت كيكون مادة حافظة انه ما يخليش الهواء يدخل لها المهم نيكا بداو نعمرو ندير واحد سيريبيتا فوق طاولة العمل ونبقا ونخبطو فيها مزيان باش كي يحيدو دو كل فارغة اللي كيكونوا في القراعات ديالنا او لف يعني في الهريسة ديالنا وهات الزيت اللي كتبقى لي كنخليها باش كنعمر عليها من الفوق وغادي نزيد شوية ديال زيت نباتية عفوا نزيد زيت وما كانت زيت نباتية كندير المونتاج فقط متأخر بالليل هادراني المهم الزيت البلدية وكنغطا عليها ونزيرو القراعات ديالنا صافي كتكون كنديرو قراعات صغورين باش هكا اي قراعات سلينها عاد نحلو التانية وهادي الفلفلة الحارة اللي شاركت معاكم السنة الماضية شوفوا معايا كيفاش دايرة هادي ديال السنة الماضية مرتبطة منين كتكون مغطية بالزيت البلدية ما تخافوا عليها وعلو خصوصا اننا كنجبدو وكنغطيو وضروري ما كان هزوش بشي حاجة من غير معلقت ونغطيو بالزيت لانا الزيت هو الحاجز اللي كيخليها اه تبقى مدة طويلة شوفوا معايا كيفاش دايرة أنا غادي نحتفظ بها بحال هكا في الطويسات هادي نزيد عليها الزيتة ونديرها في المجمد وهكا انا معنية فيها كنتمنى اخواتي الاختراح ديال هاد النهار او الوصفة ديال هاد النهار تكون نال تستحسنكم ما تبخلوش عليها بوحد اللايك للتشجيع فضلا اخواتي فضلا وليس امرا فارتجيو الوصفة مع العائلة والاهل والاحباب لتعوم الفائدة مرحبا بالاخوات اللي انضموا اجداد القناة مرحبا بكم الدرداركم والبنات اللي مسانديني من البداية بتشجيعات ديالهم بتعليقاتهم الطيبة كنقول لكم شكرا لكم بزاف شكرا لكم من القلب وبالنسبة لهادي الفلفل الحرة اللي شاركت معاكم تايكينا في القناة يعني تحضير ديالها اللي هو اكسبرس اي سؤال اي استفسار مرحبا ما تردوش وبصراحة الله انا ما كان بخلش عليكم سواء لا بالاجابة ولا بطلبة ديالكم لي طلبتش حاجة مرحبا والف مرحبا الدرداركم في امان الله